خليونا كمان نروح للاعب تاني مهند طارق اللي حقق مركز متقدم في منافسات البطولة بعد حصوله على المركز الرابع صباح الخير عليك مهند معنا دلوقتي على التليفون صباح النور أهلاً وفهلاً مبروك ألا بارك في حضرتك يا رب يعني مهند قلنا برضو احنا لسه كنا نتكلم أمالك وعاوزين نعرف منك برضو ايه أصعب حاجة وجهتك في البطولة دي وشايف البطولة دي تحديداً مختلفة ازاي عن البطولات الأخرى اللي انت دخلتها والله دائماً بتبقى أصعب لها بل حد ما بتبقى السلاح والفروسية لانها بتحتاجها خبرة كتير لان احنا بتبقى فيه فرق سن ممكن تلاقي حد عند 38 سنة 35 لحد 18 سنة فطبعاً الحاجات دي بتفق انت كل سنة أكبر الخبرة بتزيد عنك صحيح انت كم سنة يا مهند انا 23 تلاتة عشر طب مهند يعني انت بتستعد ازاي عمتاً لكاسة العالم الخميس الحديث يعني بتعمل ايه تمريناتك بتبقى بتخدوها تقد ايه والله احنا تقريباً بنتمرس اليوم حوالي يعني من 8 ل 10 ساعات سفرنا كذا معسكر بر مصر وبجوة مصر لان المنافسات خلاص احنا في عشرين وعشرين مريسة على الابواب يعني السنة دي فيه كذا طولة مؤهلة فيعتبر مشوار التدع يعني طيب كل منافسات البطولة اكيد يعني كان لها كواليس وكواليس حماسية تحديداً اكيد بتتحطي فيها بتخليك اللي انت تحمس نفسك او تحديات بتخليك اللي انت تحمس نفسك علشان لأ انا هتخطى ده وهتحدى ده وهحصل على البطولة وانت تقدر ايه اللحظة اللي حصلت لك في البطولة وحسيت اللي انت فعلا انت امام تحدي للذات وتحدي للنفس وانا هحقق الرقم اللي انا عاوزه والله يعني البطولة كلها بيبقى فيها مثلا الواخد فادة في باريس والواخد برونز في توكيو فاحنا بننزل نحاول نحنجيب اكتر عدد بوينت نحاول نقدم على الناس دي لان احنا المستوى بتبقى معروفة قبل البطولة احنا بدي عندنا بوينت معينة لازم نجيبها مثلا السلاح احنا بنقى خمسة وثلاثين مطس او احنا عزين نجيب مثلا خمسة وعشرين فده طرجة مهمة جدا ان انت خلق جوه البطولة بشكور كويس وتعرف تنافس على مزلية في الكاس العالم بس اه طرجة مهمة ان انت تبقى جوه طوب سيكس مثلا في كل كاس عالم بتجمع منه نقط عشان تعرف تلعب نهائي كاس العالم ده السنة دي يبقى في تركيا انكارا ده اللي بياخد دهب هناك يتأهل دايريكت على فاريس وعندنا برضو بطولة العالم في باس انجلترا في شهر تمانية دي اللي يخش بوديوم برضو يتأهل دايريكت على فاريس فاحنا عندنا مشوار كاسات العالم نحن نعرف نروح البطولتين دولت وبإذن الله ربنا يكرم هناك ونعرف نتأهل من السنة دي إن شاء الله طيب مين اللاعبين اللي كانوا بيكمبيتوا معك بشكل كبير او كانوا يعني في تنافسية ما بينكم بشكل كبير من دول ايه؟ الله يعني احنا مصر لحد ما دلوقتي بيت من اكبر بلاد اللي بتلعب وماشي حديث هي ودولة المجر احنا عرفنا ناخد اول ورابع والتاسع والحداشر كل ده والتمنتاشر كل ده نجلنا خمسة جوه الفاينل وده تقريبا اكبر عدد دول اللي عارف تخش به الفاينل وبتعمل نتاج كويسة فيه معنا طبعا دولة المجر ماشاء الله فيها كذا حد ثابت على موقفه اللي هو دايما بيبقى جوه البوديوم وطبعا مش اتكلم على احمد الجندي يعني ماشاء الله جل مصاب السنة اللي بعتت وعارف يرجع عن تاني وياخد مكانه زي الطبيعي طبعا انت قلت مش هتتكلم على احمد الجندي لكن ممكن نتكلم على ملك اسماعيل وادم عاني ماشاء الله يعني حد لسه تحت السن شوية يعني ما انا حصيت من كلمك يا بوهند وانت بتقول ان انت ممكن تلاعب في الشيش من سن حاجة وعشرين لحد طبعا انت تقصد ملك مش عارف ليه بالضبط يعني ملك ما شاء الله لسه يعني تحت السن شوية طبعا يعني ما بطغرهاش او حاجة بس يعني فعلا فيه ألعاب بتبقى محتاجة خبرة فان هي تعرف تعمل نتيجة زي دي سن زي دوت يعني دي حاجة تحسب لها بصراحة احنا بنشكرك يا مهند يعني بنتمنى لك اكيد مزيد من التوفيق في اللي جاي يعني في الحقيقة انتم شرفين في كل المسابقات اللي بتدخلوها واحنا مبسوطين ان احنا عندنا ألعاب كتير قوي احنا بنقصد فيها على مراكز عالية وميداليات مهمة سواء الذهبية او برونزية او مراكز مهمة جدا في هذه المسابقات واحنا مركزين عليها هنا في صباح الخير يا مصر مهتمين بكم ومهتمين ان احنا دايما نستعرض انجازاتكم في كل يوم يمكن في الحلقات في البرنامج اشتركوا في القناة